مع انتهاء المدة الدستورية من دون انتخاب رئيس للجمهورية البرلمان العراقي يقرر إعادة فتح باب الترشح للمنصب لمدة ثلاثة أيام خطوة تأتي عقب تصاعد المخاوف من اتجاه البلاد نحو فراغ دستوري بعد تأجيل الجلسة البرلمانية الأخيرة على إثر تعذر النصاب نتيجة مقاطعة القوى السياسية الرئيسية لها تأجيل عد تجاوزاً للمواعيد الدستورية فالدستور العراقي ينص على اختيار رئيس للبلاد خلال ثلاثين يوماً من أول جلسة للبرلمان الجديد والتي كانت عقدت في التاسع من يناير الماضي وبالتزامن مع ذلك يبدو أن حضوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري تضاءلت بعد تعليق المحكمة الاتحادية ترشيحه بسبب إقالته من منصبه سابقاً بتهم فساد قرار أعطى زخماً كبيراً لمنافسي زيباري وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الحالي ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح إضافة لمستشار رئيس الجمهورية الحالي لطيف رشيد خلاف حول انتخاب رئيس الجمهورية سببه بحسب مراقبين خلاف آخر حول شكل الحكومة المقبلة خاصة مع إعلان الكتلة الصدرية قبل أيام عن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية وأهمها الإطار التنسيقي الذي يشمل تحالف الفتح فضلاً عن دولة القانون بزعامة نور المالكي وغيرهما من الكتل القريبة من إيران ترجمة نانسي قنقر